البرلمان التركي يحسم الجدل حول مقترح رفع الحصانة عن 138 نائباً داخل البرلمان ويقره بأغلبية 376 صوتاً لتأتي أولى ردود الفعل المرحبة من الرئيس التركي رجب طيب إردوان الذي قال إن قرار البرلمان دليل على أن الشعب لا يريد داعمي المنظمات الانفصالية داخله رفع الحصانة تم اليوم في البرلمان وهذا يعني أن الشعب لا يريد النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية الانفصالية في داخله وهي خطوة تمهد للمحاكمات وحتى لو كنا سنذهبوا الاستفتاء هل تعلمون ما كان سيحدث؟ وأكد لكم أن الشعب كان سيصوت من 70 إلى 80% مع رفع الحصانة ويهدف المقترح المقدم من حزب العدالة والتنمية والذي يحتوي على مادتين إلى إيقاف العمل بالمادة الثالثة والثمانين في الدستور والتي كانت تحمي النواب المتابعين قضائياً ولأنهم يرون أنفسهم المستهدفين بشكل رئيس من المقترح والتعديل فإن نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أكدوا على موقفهم الرافض رفع الحصانة لم يقل المجلس لنشكل لجنة لتحقيق ولم يقل أيضاً لنبحث عن الحل السلمي وإذا رفضت الأمر ستكون متهماً وإذا لم تتحدث ستتهم أيضاً في نهاية المطاف فقد قررت موضع الملفات في المحكمة ولذلك تبعاته وعلى غير العادة حصل مقترح العدالة والتنمية على دعم الكثير من النواب في حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومي وبحسب مراقبين فإن النتيجة النهائية للتصويت ستعمق الأزمات في البلاد هذا سيؤثر بشكل كبير على البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وسيزيد المشكلة أكبر بين الفئة من الأكراد في المجتمع التركي وأنا أتوقع أيضاً أن الرئيس الجمهورية قد يوصل هذا القرار إلى استفتاء شعبي ليحظى به بشعبية ويكون قرار شعبي من الجمهور التركي ومن الشعب التركي مرحلة جديدة بدأت بعد هذا القرار في تركيا حسب متابعين أخذاً بالاعتبار كل احتمالات تصعيد التوتر السياسي وربما الميداني بين الحكومة التركية من جهة وبين حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والأكراد عموماً من جهة أخرى الخطوة التالية بعد تمرير المقترح هي المباشرة بمحاكمة النواب المتابعين قضائياً ومع رفض قادة ونواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الخضوع لتلك المحاكمات يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد على مصبحات الحرة إسطنبول ترجمة نانسي قنقر